تدخل الصلاحيات ما بين كل القطاعات إضافة إلى التدخل العشوائي للإدارة هي الأسباب الرئيسية وراء تدهور مناخ الأعمال في الجزائر حسب ما يوضحه الخبراء نحن من آخر البلدان في العالم فيما يخص مناخ الأعمال إيجابية مناخ الأعمال نحن سلبي وغير مشجع للاستثمار لا الداخلي ولا الخارجي وهذا بفعل تدخل الصلاحيات بين جميع القطاعات وبفعل تدخل الإدارة أشوائيا وبطرق تنظيمية خارج الأوطر القانونية متعارفة لها وبالنسبة للتصريحات ممثل البنك العالمي الذي اعتبر الوطيرة البطيئة التي تسير عليها الإصلاحات في الجزائر بالأمر الطبيعي يقول الخبير فرحات أيتعلي عكس ذلك تماما أما تصريح البنك الدولي ممثل البنك الدولي ويقدر يدير فيها شوية ديبلوماسية يعني يقول لك أن الإصلاحات سعبة ويزمل الوطيرة أنتها تروح بالعقل ولكن في ظرف الظهن ما كانت إصلاحات التي تتمشى بالعشر سنين ولا العشرين سنة أولا ما عندناش الوقت الإمكانيات ندعنا لمستقبل السوق النفطية تسمح لنا باش نخليه والإدارة نفس الإدارة هذه هي تمشي الإصلاحات بهذه الوطيرة انتحا ثالثا يعني ما الإدارة هذه ما هيش في صدد إقامة إصلاحات وهي في صدد يعني استغتنام فرصة الإصلاحات لصناعة عكس الإصلاح يعني لفرض الهيمة ننتحها أكثر من اللي هي راي عليها أنا ما نقدرش نكذب عينيها كما نقرأ النصوص التنظيمية الأخيرة اللي راي تصدر كل يعني كل أسبوع من باك الجزائر من بعض الإدارات يعني المركزية من وزارة التجارة تصنيف الجزائر على مؤشر سهولة الأعمال وضع الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة على المحكة حيث يبقى مناخ الأعمال يسير عكس الطيار المفترض أن يسلكه لإنعاش الاقتصاد